تصاعدت في الآوينة الأخيرة المطالبات بإخراج فصائل ميليشيات الحشد من المدن والمناطق التي أعلن استعادتها من سيطرة تنظيم الدولة الشمالي وغربي العراق مصادر سياسية في بغداد تحدثت عن تحرك قوى سياسية للضغط على الحكومة لإخراج ميليشيات الحشد من المدن المستعادة من سيطرة تنظيم الدولة ونقلها إلى أطراف المدن في أقل تقدير التحرك الأخير جاء بعد عدة تقارير تحدثت عن انتهاكات لا حصر لها في تلك المدن لا سيام الموصل حيث اشتكى الأهالي منذ إعلان رئيس الوزراء السابق حيدر العبادي الانتصار العسكري على تنظيم الدولة من عمليات ابتزاز تمارسها الميليشيات ضد المدنيين الذين لا حول لهم ولا قوة لدفع تلك الانتهاكات عمليات فساد واسعة كشف عنها تقرير تقصي الحقائق في نينوى مثل المكاتب الاقتصادية سيئة الصيط التي أنشأها الحشد بعد انتشاره في المدن المستعادة وعمليات بيع أعراض الدولة وجرائم سرقة النفط وتهريبه وسرقة أنقاض المباني المدمرة وبيعها خارج الموصل وتفشي الإتاوات في المدينة من قبل متنفذين الأخطر من ذلك كله وفقا للتقرير نفسه هو تزايد عدد المجاميع المسلحة مجهولة الهوية التي تمنع عودة النازحين إلى مناطقهم وقراهم في المحافظة إلى يومنا هذا ورغم أن استمرار وجود ميليشيات الحشد في قلب المدن يثير بحسب شهادات السكان الكثير من الفتن والنزاعات الطائفية إلا أن المستفيدين من استمرار وجودها يرفضون سحب تلك الميليشيات من المدن بحجة أن الحشد بات قوة نظامية مثل الجيش والشرطة ووجوده يضمن عدم عودة تنظيم الدولة إلى المدن التي سيطر عليها سابقا وهي الحجج التي يعلم الجميع بطلانها بمجرد مراجعة سيرة فصائل هذه العصابات ليس في الموصل فحسب بل وفي مدن العراق كافة